اشتركوا في القناة وايطاليا تبدأ اليوم فرض اقلاق جديد ووزير الصحة يتوقع تراجع معتل الاصابات بفيروس كورو التسعة صباحا في القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز اخباري اتيكم من اكسرا نيوز اهلا ومرحبا بحضرتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة واطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الاجل تصل الى 30 عاما وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3% جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي وعدد من مسؤول البنك حيث وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع بتطوير مشروع مجموعات للدخار والاقراض والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات وتعظيم موارده المالية لزيادة الاعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهمية الاسرائي في وضع تصور للكيان المؤسسي الذي سيدير منطقة القاهرة التاريخية مشيرا الى هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الاسكان ومسؤول الوزارة واستشارية مشروع تطوير القاهرة التاريخية وممشى اهل مصر حيث وجه مدبولي ايضا باعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع واعتماد مخطط مروري للمنطقة ومسارات للمشاه كما كلف باجراء حصر شامل للاماكن الخريبة والمناطق الفضاء وملكياتها للاستفادة بها في اعمال التطوير واضف مدبولي ان الاعمال الاستشارية للمشروع تتضمن اعادة احياء المباني التراثية ذات القيمة واعادة توظيفها لدمجها في النسيق العمراني التاريخي في سياق اخر تابع مدبولي الموقف التنفيذي للمراحل الاولى والثانية والثالثة لمشروع ممشى اهل مصر كما استعرض بعض التحديات والمعوقات في بعض مواقع المشروع حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتدليل هذه المعوقات نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقات المصرية السجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبية وقال المتحدث العسكري أن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكل الجانبين يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل بالإضافة إلى إجراء بحار ليلي مشترك مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلا ونهارا وأوضح أن الجانبين قام بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحرية في مناطق العمل قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتري بلينكين أبلغ المبعوث الأممي الخاص مارتين جريفث أبلغه بقلق الولايات المتحدة بشأن الصراع في اليمن لسيام الخسائر الإنسانية للشعب اليمني وبحسب البيان فإن بلينكين شدد في مباحثات هاتفية مع جريفث على أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخال من النفوذ الأجنبي مشددا على أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص تندر كينج تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية إلى جانب الأمم المتحدة وغيرها يأتي هدى بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلق الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية وأضف أن الميليشيا توصل محاولات استهداف المدنيين مؤكدا أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات كما شدد على أن انتهيكات الميليشيا المتعمدة والممنهجة باتت تمثل جرائم حرب قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القمة التي عقدها مع زعماء الهند واليابان وأستراليا سارت بشكل جيد للغاية وفي تصريح لصحفيين في البيت الأبيض قال بايدن أن القمة تناولت العديد من الملفات الأمنية حيث تم الاتفاق على التصدي للتحديات في المحيطين الهادئ والهندي بشكل مشترك وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام النيتو الأسيوية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فتحت صناديق الاقتراع في هولندا أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وتستمر عملية الاقتراع حتى السابع عشر من مارس الجاري بسبب التدابير الوقائية من فيروس كورونا بينما يبلغ عدد الناخبين في هولندا ثلاثة عشر مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في عشرة ألاف صندوق وسينتخبون نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده مائة وخمسون مقعدا بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع ناظره الفرنسي جينيف لدوريان أزمة الشرق المتوسط وأكد على ضرورة إيجاد حل جذري لها وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكين ناقش هاتفيا مع ناظره الفرنسي المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا كما اتفق على ضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسية أدانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى مينمار بشدة ما وصفته بأنه حمام دمن في البلاد بعد مقتل ثمانية عشر شخصا في مظاهرات ضد السلطة الحاكمة وجاء في بيان للمبعوثة الأممية أن المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرسوا الصفوف في التضامن مع الشعب في مينمار وتطلعاته نحو الديمقراطية وأشارت المبعوثة الأممية أنها تبلغت شخصيا برويات مقلقة حول عمليات قتل وأعمال عنف ضد المتظاهرين وتعذيب السجنة أعلنت وزيرة الصحة لزايد إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول جاء ذلك خلال رئيستها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بصفتها رئيسا للمكتب لمقشة جدوى الأعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك عبر تقنية الفيديو ودعت الوزيرة الدول العربية إلى موصلة تقديم الدعم الطبي للدول التي تعاني من تحديات صحية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 431 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات لارتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خلال مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان الإعلامي والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة فبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس لأفتن إلى وفاة 44 حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 190924 حالة فضلا عن 11300 حالة وفع توقع وزير الصحة الإيطالية تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا مع بدء تطبيق الإغلاق بداية من اليوم وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد حذر من أن بلاده تواجه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الحالات وأعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة لتجديد القيود في معظم أنحاء البلاد قال رئيس الوزراء الفرنسية جان كاستيكس أنه لابد لبلاده أن تفاعل كل ما بوسعها لتجنب فرض عزل عام جديد للوقاية من فيروس كورونا وذلك مع تنامي الضغوط على المستشفات وفي تصريح له قال كاستيكس أن الوضع الوبائي لا يتحسن مبينا أن هناك إصابات أعلى من إمكانات المستشفيات والتي تأن تحت وطأة العدد الكبير من المرضى الذين يتناقص متوسط أعمارهم وليسوا دائما مصابين بأي أمراض أخرى في الولايات المتحدة قال كبير مستشار الرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشين أن إحجام قطاعات معينة من المواطنين عن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا يعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد جهود مكافحة الجائحة وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المؤدية إنه لا يستوعب الحملات التي يشنها العديد من الجمهوريين لعدم الحصول على اللقاح مشددا على أهمية فضل القناعات السياسية عن المنطق وأمور الصحة العامة إلى البرازيل حيث أعلنت وزارة الصحة فيها عن تسجيلها أكثر من 43 ألف إصابة جديدة وألف ومئة وسبع وعشرين وفاة وأشرت الوزارة لأن البلاد أنهت الأسبوع الأكثر فتكا منذ بدء تفشي الوباء قبل عام وذلك مع تراجوي معدل الوفيات بفيروس كورونا وبلغ إجمال الإصابات بالفيروس في البرازيل أحد عشر مليون واربعمائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وسبعين حالة بينما تبلغ حصيلة الوفيات أكثر من مائتين وثمانية وسبعين ألفا نحيط وعلم سيداتكم بأن تردد الإكسترانيوز الجديد حداشر ألف خمسمية سبعمية خمسة وثمانين ومعادل الترميل سبع عشرين ألف خمسمية ومعامل استقطاب رأسي الشكر لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة أدومتم في أمام الله اشتركوا في القناة